اهلا بكم الى اخر مستجدات الاحداث الوطنية على قناة الحدث الافريقي عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق يوم السبت بوجده اجتماعها العادي الاول برسم سنة 2023 وذلك طبقا للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان شكلت علامة صنع في افريقيا محور ندوة نظمت يوم السبت بفيل الفن البرباط بمشاركة خبراء افارقة في قطاع الصناعات الثقافية والابداعية وذلك في اطار دور الثامنة لمهرجان حركة الابداع الافريقي تم في مدينة باناما توقيع اتفاقية لتعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان امريكا الوسطى بارلا سينة تهم مجالات الهجرة والشباب وحقوق الانسان تساهم الامكانيات التكنولوجية والتقنية التي يتوفر عليها المغرب لتدبير المراكز الحدودية في اقامة التوازن بين تسهيل السفر واحترام تدبير الامنية الضرورية لضمان سلامة الملاحة الجوية والبحرية ويسمح رواق الحدود الذكية المقام ضمن فعاليات الابواب المفتوحة للامن الوطني المنظمة بفاسة الى غاية اليوم الاحد لزوار باكتشاف اهم الابتكارات التكنولوجية التي تسهل عملية تدفق المسافرين وامتعتهم من حيث السلامة والامن وكيفية استخدام نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود وذلك من خلال تقديم نموذج واقعي لمعبل حدودي جوي انتهى مجازنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة الى اللقاء